ده السؤال الخامس بقول في الشكل المجاور قراءة الأميتر هنا S المفتاح تساوي كام 2.4 وعند غلق المفتاح أصبحت 3 أمبير يبقى عند فتح المفتاح وعند غلق المفتاح احسب مقدار المقاومة الر واحد يقول لي يا أستاذ وأنت مش قلت أن الطيار لا يتغير فأي فرع حقيقة هنا قراءة الأميتر برى الأفرع يعني الأميتر هنا يمثل الآي كل وليس الطيار لكل من يا جماعة الخير للفرع يبقى إذن الطيار الكلي يتأثر بفكرة مهمة أو أوي كلما تزداد عدد المقاومات تقل المقاومة الكلية ويزداد الطيار الكلي عند نقص عدد المقاومات في التوازي تزداد المقاومة الكلية ويقل الطيار الكلي طيب أنا عاوز المقاومة يا أستاذ أول حاجة عند الآي وعند غلق فتح المفتاح كانت هنا كامي أستاذ 2.4 في قبل الغلق طيب عندي مين هنا مجهول الإبسلون قبل الغلق عندي معلومتين عندي مقاومة 20 أوم وعند طيار 2.4 فبالتالي أقدر أجيب منهم قيمة الإبسلون أول حاجة أحسب مقدار القوة الدفعة لأنها هي ثبتة ما بتتغيرش البطارية ما بنستبدلهاش إذن I بتساوي الإبسلون على R يعني بتساوي 2.4 في 20 يديني 48 طيب غلقة المفتاح عند غلق المفتاح هيطلع لي مقاومة جديدة يبقى المفروض أحسب المقاومة الكلية من خلال الطيار اللي هو 3 أمبير مع فرق الجهد اللي هو 48 هيديني الR الكل طيب جبت الR الكل يا أستاذ في حالة غلق المفتاح اللي هي ك48 تقسيم 3 الثلاثة جات من هنا يا أستاذ قلنا عطيني قيمة للطيار قبل الغلق وقيمة للطيار بعد الغلق إذن عاوز R المجهولة أقول 1 على R كل يسوي 1 على R1 زائد 1 على R2 المقاومة الكلية 1 على 16 والمقاومة الأولى 1 على 20 يبقى إذن نستنتج من العلاقة رهية الR اللي هي المجهولة بتساوي 80 أوم نقول تاني نفس الفكرة اللي احنا قلناها عند زيادة أو نقص انتبه معاي عشان أسألك سؤال عند زيادة أو نقص مقاومة على التوازي مع عدة مقاومات قلنا لا يتغير قيمة شدة الطيار في الشكل اللي قدامي ده يا أستاذ قراءة الأميتر في هذا الفرع 2 أمبير بقولك في الدائرة الكهربية المجاورة كم تصبح قراءة الأميتر عند غلق المفتاح قفلت المفتاح يعني الفرع الثاني اللي هو فيه 4 أوم اشتغل قلنا نفس الملحوظة اللي ركزنا عليها عند مين يا أستاذ عند زيادة فرع أو نقص فرع يديني يا أستاذ لا يتأثر قيمة طيار الأساسية اللي هي في الفرع الأول وبالتالي هتأجب معاي على طول وتقول لي إن هي لا يتغير شدة الطيار هتساوي 2 أمبير بعد كده عندي أستاذ اللي هنا عندي مصابيح اتفقنا إن في حالة التوازي إيه اللي بيحصل للمصابيح أستاذ كلما زادت المقاومة زاد مين السطوع ولا قال لا في حالة التوالي كلما زادت المقاومة زاد السطوع في حالة التوازي كلما زادت المقاومة قال لا السطوع الآن بقول لي ما مقدر المقاومة المكافأة بيقول لك إذا أزيل المصباح من قاعدته المقاومة المكافأة أكيد فرع يبقى المقاومة المكافأة عند نقص في أي فرع المقاومة الكلية تزداد لماذا يا أستاذ لأن الهدف من التوازي الحصول على مقاومة صغيرة من عدة مقاومات كبيرة بعد كده عند أستاذ شدة الطيار في المرة في أي فرع نقررها خامس مرة اللي لا تتأثر شدة الطيار ولكن مليل تأثرت شدة الطيار الكلية وستوع كل المصابيح لا يتأثر وقراءة الأميتر أكيد هتقل لماذا أستاذ تقل؟ لأن المقاومة الكلية حصلها زادت فبالتالي الطيار الأصلي يقل بعدين السؤال عندي فرق الجهد في حالة التوازي هنا طبعا سؤال كده كاختياري هتضرب نفسك عليه في الاختيار ده نيجي للسؤال رقم 9 من الأسئلة الجميلة وركز معي أو أو في السؤال ده هو بقول مقاومان A و B موصلان على التوالي ببطارية قوتها المحركة 6 فولت هذا الرقم لا يتغير في المسألة الرقم اللي معايا دي رجالة اللي هو 6 فولت لا يتأثر ليه جماعة الخير؟ لأنه بطارية ثابتة في المئة متى تتغير؟ إذا تغيرت البطارية فرق الجهد عندي الدايرة الكهربائية عندي الـ R-B وعند الـ R-A والـ R-B وعندي البطارية اللي احنا قلنا ما بتتغير 6 فولت انتبه للرقم دي كويس هو اللي يبقى معك مفتاح للمسائل طيب بين طرفي المقاوم A 4 فولت متى؟ إذا كان موصلان على التوالي يبقى في حالة التوالي كان جهد A بيساوي 4 فولت تم موصل على التوازي مع البطارية تكون شدة الطيار المارة في الفرع بها 2 أمبير طيب نشوف وعاوز ايه يا أستاذ؟ آه عاوز قيمة المقاومة R و R طب ما أنا عندي يا أستاذ قيمة شدة الطيار التي تمر فيه هنا 2 أمبير في الفرع دي وعندي 6 فولت يبقى الـ R-B على طول هتبقى 6 على 2 هتساوي كام؟ ها؟ حسب القيمة يبقى في حالة التوازي المعطياتها هي هذه 6 فولت ما بتتغيرش ودي الـ I-B بساوي 2 أمبير على طول هجيب الـ R-B هيساوي 3 يا أستاذ يبقى كده عرفت المقاومة الأولى طب بعدين وصلناهم على التوالي فكان فرق الجهد فرق الجهد للمقاومة A يساوي 4 فولت على طول لو أنا سألتك فرق الجهد اللي هو هنا دي على طول هتقول يا أستاذ 2 فولت لأن 6 فولت هتتوزع على R-A ب4 فولت وR-B ب2 فولت إذن هنقدر من خلال كده نشوف حسبنا فعلا قال لي إن الـ V-B بتساوي 2 فولت لسا عندي قيمة الـ I خلاص عندي الـ V ماشي وعند الـ V طيب أحسب يا أستاذ نشوف هنا الـ I هتساوي الـ V-B على الـ R-A-B طب وهي الـ R بيني جبتها من إين يا أستاذ جبتها من الـ A الحالة الأولى يبقى إذن بالنسبة للـ R ما بتتغيرش هلية 3 أوم وعندي هنا الـ V يبقى شدة الطيار هيساوي 0.67 دي بالنسبة لشدة الطيار الكلية ثابتة ما بتتغيرش لأن في الحالة دي توالي فبالتالي الـ R-A هتساوي كامي يا أستاذ الـ V-A اللي هي 4 عطالي في المسألة منها من الـ V-A والـ 6 بولت 4 بولت 6 بولت ناقص 4 جبنا منه الـ V-B والـ R-B جبناها منين من المطلوب الأول من خلالهم جبنا شدة الطيار التي تمر في الدائرة الكلية على التوالي 0.76 ستة سبع يعني سبعة وستين أمبير إذن R-A هتساوي 4 على 0.67 هيديني 6 V وبكده نبقى إن شاء الله خلصنا إلحاء التوازي وإن شاء الله نلتقيكم في دروس أخرى إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله